نحن محتاجيني الحاجة دي حاسة في ظل الخريف والشوارع اللي ممكن تكون غير مؤهلة حنستمر معكم من خلال صباحات سودانية ووحدة من الفقرات اللي دايما بتكون وجودة معنا هي الرشدة الطبية وبرضو من خلال الخريف كتير جدا ما تصهر أمراض معينة وبتأثر في كتير جدا على الأطفال بشكل كبير وأيضا على الكبار وممكن تكون عندها مضاعفات الإسهالات واحدة من الأمراض المتعلقة بشكل كبير جدا بالخريف هنتكلم أكتر عن الإسهالات وكيف نقدر نعالجه وشكل مهاجات التعويضية دكتورة تيسير محبوب مركز المعلومات الدوائية بوزارة الصحة وولاية الخرطم أهلا مرحبا بك دكتورة تيسير مرحبا صباح الخير عليك رؤى وعلى كل التيم العامل بالقناة على المتابعين لنا والمستمعين والمشاهدين صباح خريفي أتمنى أن يكون خريص خير وبركة وخالي من الأمراض معاكم في صقرة إن شاء الله لتبقي تطوع الإسهال أعراضه ومضاعفاته أدل قائم أنه كل الحاجات الممكن تفيدنا إن شاء الله إن شاء الله تحياته صحة والعافية للجميع دكتورة تيسير في البداية يعني كل ما يجي الخريف بترتبط أمراض معينة والإسهالات هي واحدة من الأمراض التي عندها ارتباط وثيق جدا بالإسهالات فكلمين أكثر عن الإسهالات هو أهم الأعراض الممكن تكون مصاحبة لهذا المرض طيب أول حاجة لما نتكلم على الإسهال بنفسك إن يكون حاصل صغير في الحالة الطبيعية للجراز أو الفردحة اللي هو بكون في زيادة في عدد المرات يعني أكثر من ثلاثة مرات في اليوم تحديدا إذا زاد العدد عن ثلاثة مرات أو تغيرت الطبيعة العادية يعني عربية أو ممكن يكون يعني يعني عبارة عن يعني مصدبات أخرى تتكلم وما إلا يعني يكون بطبك مرات يعني مثلا ممكن ممكن يكون أسجان بمثلا الاستعمال دواء معين مثلا بعض الأزوية يستعملوها زاد عين الكيلة أول أموزيل العادية ممكن بعض الناس يعني بزادة كل العذاب يعني لهم مثال بعض الحالات المرضية مثلا زي داء كراون أمرض الجهاز الهضمي أول الرد على الصغار مثلا عدم تحملهم لللاكتوز مثلا الإنزيم اللاكتوز الحاجة دي برضو تتفرد بيخذه في إسهال فما دائما بيكون عبارة عن يعني عبارة عن مرض هو ذاته يعني هو ممكن يكون عارض لمرض معين لمرض تاني أيوة لكن برضو في حاجات كثيرة ممكن تتفرد بذاته نحن في الثلاثة الحديثة يعني مثلا عندنا مثلا توالد الزباب ممكن يكون تتفرد في انتشار أمراض بدعم الإسهال زي منها القولرا منها السنتارية منها برضو الغازية برضو تحصل البكتيريا برضو لها دور في حاجات الإسهال وهو ريزار من خلال تلوث أيوة الزيروسات برضو مثلا الروتا فيروس لأكتب سبب للإسهال عند الأطفال ومهم جدا الأمهات انتظروا لجرعات التضعيم حتى للأطفال من الروتا فيروس لأنه أكتب سبب للإسهال عند الأطفال غير الكورونا فيروس في المتحورات الأخيرة يجب أن تصحب أعراض حتى للإسهال زي الإسهال فبكلها أسباب ممكن تكون سبب وراء خريف الإسهال سحيح يمكن يكون يا دكتورة تيسير يعني دايما يعني مقولة مشهورة جدا وكلنا مؤمنين بها أنه الوقاية خيرو من العلاج في ظل الخريف وتوالد الذباب ممكن يكون كثير جدا من الأشياء واختلاط النفايات برضو بالمياه كده فكيف نقدر شنو حاجات بسيطة ممكن المواطنين يحاول يتعامل بها في أنه يقلل من نسبة الإصابة بالإسهالات على كافة الفئات أطفال أو صغار أو كبار طيب أنا عند خريف الإسهال في حاجتين حارسة اليوم حقول أول حاجة يا جماعة مع كل خريف الإسهال لازم نعمل تعويض للسوائل لأن الإسهال ده يعني أكثر يعني مشكلة فيه أنه يجب إسجد سوائل أو إسجد يعني مواد مهمة يعني زي السوديما البوتاسم أو كده فمهم جدا نعود يابي منحة تروية العادي من الصغيرلية في أي مثل نغز المريض زاد وبحاجات فيها يعني نديه مثلا يشرب مثلا ممكن عصير التبلد ممكن نكون مفيد بالنسبة لي هو معنا كتف من السكر اشرب خلال اليوم ممكن إذا عملنا منحة تروية في البيت اللي هو أعبار عن يترموية دايما يدعمل لأنه نجيب يترموية نكفل ستة ملاائك سكر ونص ملاائك صغيرة ستة ملاائك سكر نسمع على جميل داي كده نحن نقوم بمنا إنه عوضنا السوائد داي كده بدل ملحة تروية من الصيدلية ممكن أي أم في البيت حتى لو ينقطع بها الطريق في الخريف حسا إنها تعمله في البيت أيوة لتر مياه مضيفة طبعا لهم حاجة 6 ملاائك صغيرة سكر نسمع على جميل اشرب منها اطفل طبعا كل مكان كل مكان في الحوج أكبر لإنه إشرب طيب المياه دكتور تيسير بس المياه ذاتة فيها مشكلة فممكن نعمل وشو يعني غليان المياه يعتبر خلاص إن المياه دي بقت نظيفة فأنا ممكن أستعمل طيب والله ممكن ممكن الماء يتغلي ويبرد لكن في حاجة اللي هو كلورة المياه أي كلورة اللي صراحة مبينة طب الوقائي مشقرر السهارج حتى المياه يجب الزاف يعني يدو حبوب كلورة وهو يدو يعني كل قدمية معينة من الماء تخطي لا حبوب كلور لأنه ممكن يكون حتى الغاز والفحم أو مكلف بالنسبة لأننا نعمل لكن مهم جدا الماء يكون يعني يعني ماء نحن نظيف أو ما ما تتبع لنا مشكلة عاوزين نبدأ برد يا جماعة الفلاجيل الناس ما تستعملوا بدون استشارة الطبيب أو الشيط هل الفلاجيل علاج الإسهال الفلاجيل علاج إذا كان نسبق للإسهال مثلا أمراض معينة مثلا زي شنتاريا أو مثلا بعض أنواع الهوائية لكن نحن في النهاية ما نستعمل دران الفلاجيل من غير ما نرجع الاستشار الفلاجيل من نفسنا يعني نحن بيرتبر لنا الفلاجيل مع كل وزع بطن أو كده ممكن نستعمل الفلاجيل المغرص ممكن نشرب نعناع مثلا نغلي النعناع من أكثر الحاجات إذا اتغلط مثلا من الحاجات البسيطة وممكن تفجر في المنزل ممكن تكون بالساعد بساعد على الصغار أول وممكن تكون من الحاجات التي تضايح جهاز ومخضم الفلاجيل ما نستعمل قبل ما نشتشير الصبيب في برضو الزنك شراب الزنك من الحاجات الكويسة الأبطال لأن الزنك برضو تصريح بخريط الإسهال ولما نشجر الزنك تضي العزم مضاق الإسهال يمكن من عناطر السعاد الجسم لكن ننزع وننبه لأن الرقاية زي ما قلت خير خير طعام الأسطال كل الحاجات هي مهمة لازم اللقاحات حكث الأسطال نكملة نغسل الأكل كويس من الزباب نتخلص من المفايات نحليها مغلقة وما نرمي نفايات الجماعة المجارب ذات الأليام حكث المياه لأنه ممكن يجتيل ممكن أي حاجة بخلص مع المواي يتوالغ الزباب أحواض الصباحة بنبه جدا يا جماعة تكون مقلورة لأنه مراط الأسطال هم يصبحوا يشربوا منها لا يلعبوا في الطرع في المياه التي تكون تجمعت وكلها تنغل لهم الأمراض ينحافظ على الأكل يكون من البيت ما من بدا الحاجة الثانية رضيها جماعة العصير الناس تشترع صارغ من بداية البيت أتمنى أصحاب الكبريات وغيره يحرصوا على أن مصادر محققة المياه تكون مياه خويتة يتعرض بشورة جميلة يحاط جيدا على صحة الناس لأنه كلها تهدر موارس الدولة الأحضر هي محجودة نتمنى كل الناس يكون صحة وعلى شكرا شكرا لك دكتورة يسير محمد دريس مركز المعلومات الدوائية وزارة الصحة ولاية الخرطوم أمنيات الصحة والعافية للجميع شكرا لك كثير إذا مستمرين معكم من خلال صباحات سودانية وحدة من الفقرات ستكون موجودة معنا دمج حقوق الطفل داخل المناهج الدراسية ولكن عقب هذا الفاصل الإعلان